سؤالي الآن أنت كمعلم كيف تستقي من حياة الشيخ حمد في حياتك العملية كمعلم من خلال حب الخير أو حب عمل الخير وكسب قلوب الطلبة وأولياء الأمور كيف تتبلو ذلك في حياتك هي المهمة ليست بسهلة ولكن كلما الإنسان حاول أن يقلد من حوله سيصل والشيخ رحمة الله عليه مثل ما شارخي أسعد القدوة ففي جانب التعليم للإجيال الناشئة وفي نفس الوقت كسب حبهم إضافة إلى ذلك تحبيبهم في المواد خاصة في المادة نحن نتكلم عن منهج حياة فرداما أنصح الطلاب وهذه النصيحة لي ولهم لا نعامل الكتاب كمادة دراسية فقط للاختبار وما شابه خاصة يشكر في مناهج التربية الإسلامية بدروس كثيرة ويشتقى منها للحياة في حبهم للعلم في طلبهم للعلم مواصلة الشيخ رحمة الله عليه في طلب العلم وصعوبة الوسائل في ذلك الوقت نسأل الله تعالى أن يرزقنا ما رزقهم ولو من قطرة بحرهم ولماذا هذا السؤال يعني قد يكون بعض المعلمين طبعا الغالبية العظمى له أن كلهم كل احترام والتقدير لكن البعض والقلة القليلة منهم يتعلل بأن أنا فقط يعني كملق دروس وناقل المعرفة داخل الحجرة الدراسية وخلال مثلا وسائل التواصل مثلا بالحديثة هذه خلال الجايحة لكن يبقى دور المعلم أكبر من ذلك فهو الموسوع من طلابي وهو المصلح وهو المعلم وهو الطبيب وهو كل شيء حق توافقني في هذا الشيء؟ أوافق نعم السادة العزيز فضل أنا أكرر يعني عجابي الشديد بقدي رحمة الله عليه نعم في تنوع العلوم حوله نعم نعم لم يكتفي بالعلم الشرعي يمين كان قاضيا مصلحا نعم طبيبا مداويا نعم مفتيا نعم مطلعا في العلوم الشرعية يمين الآن السادة الكريم أنا أعتبر عائق نعم بعض المعلمين هداني الله وإياهم يلتزم بمادة فقط يسأل يعني كوني أنا أدرس لغة عربية نعم سترى بعض المعلمين فقط يلتزم بقراءة اللغة العربية وقد يكون فقط ناقل المعرفة وليس نعم معلم الرياضيات مثلا فقط ينتمي إلى مادته نعم لكن لو ننظر إلى العلماء جدي رحمة الله عليك واحد كأحدهم نعم أو المشايخ الآخرين تراه مطلعا في كل العلوم يا السلام هذا الشيء يضفي إليه كمعلم زيارة الله وهؤلاء العباء سيد محمد يعني ليسوا ملقنين للمعرفة نعم ولكن يجعلون الوسط يعني ممارس معهم وفي مقولة جميلة في التربية هي باللوى إنجليزية طبعا لكن تقول علمني أو أخبرني وسأنسى علمني وسأتذكر لكن جعلني أمارس وسأتعلن بالفعل هكذا هو المنهج اللي اتبعوا الأباء والأقدار والشيخ حمد نعم في نقل المعرفة الخالي الممارسة حقا وهو كان مدرسة يتنقل وخبرة ينقلها نعم